طب احنا معنا علبة حلاوت المولد دلوقتي وفيها الملبن اللي بعيني الجمل ده يعني جميل قوي اللي هي السودانية دي والملبن الأحمر الجواه بندق طب يعني انت هتختار ايه؟ يعني والحالات بقى له؟ وانت هتختار تب العلب اللي بتحكير ده القردر ريوح! انت القردر بتحكير اه اه والفوس ده اللي ها بلازق في بعضه ده يعني ايه اللي إلي نتواققه ايه اللي ناخده من العلبة دي وإيلي ما ناخدوهش؟ يعني بتقول إيه الأقل في الكالوريز وإيه الأقل في الضرر يعني من كل الحاجات هي طبعا الحاجات اللي هي الفولية دي من أعلى السعرات لأن إحنا عارفين حتى أن زبدة الفول السوداني فيها كمية كبيرة من الأحماض الدهنية نفعة لكن فيها دون كتير أقول لك دي مفروض من الحاجات الهلسي إلى حد كبير يعني وصحية على فكرة هي حلوة المولد فيها نسبة من المكسرات وفيها فايدة عالية جدا يعني أحماض دهنية نفعة فيها ألياف كل حاجات دي مضادات أكساد حاجات هيلة جدا للصحة ولكن المشكلة في كم السكر كم الجلوكوز اللي الجسم هيتعرض لي مشكلته إنه بيعلي المؤشر الجليسيمي high glycemic index مرة واحدة السكر بيرتفع جدا فالبانكرياس بيفرز إنسولين بشكل عالي جدا فارتفاع الأنسولين بالشكل ده بيخلي جسم يخزن دون ومش أي دون هو بيخزن دون في مناطق البطن مناطق الخاص أنا بس لازم أنوه عشان أنا معرفة الطابق اللي على السكرين ده الحقيقة الشيف بيفيان بتاعت شيف قناة تان هي اللي عاملة الكلام الجميل ده ده حلوة حلاوة تسلم تقولي إحنا جوعنا وإحنا بتتفرج عليه أماكن موصوق فيها يعني الشيف بنفسها عاملة في البيت طب إيه رأيك في حلوة المولد اللي تتعامل في البيت؟ طبعا أحسن بكتير من الأماكن الغير معلومة لأن طبعا محتوياته والحاجات اللي بيحفوها تسدق إن أنا أول مرة عرف إن حالوة مجي تتعامل في البيت؟ إحنا رازم نواجه التحية لشيف بيفيان تسلم إيديكي وأنا كمان أول مرة أعرف إن حالوة المولد لما شفت الفيديو لأنها ممكن تتعامل في البيت يا عاملة ما شاء الله كل حاجة شيف بيفيان بتصعبها على المشكلة أنا كل ده فاكرها حيوة جهزة عادي من اللي بنشتريها يعني طب الحمص مع الحمص مفيد برضو صح؟ ألا هي الحمصية دي طبعا وعلى فكرة الحمص من حالوة المولد متوسطة السعرات يعني هو بيوصل مثلاً 100 جرام لـ 420 سعر حراري على عكس مثلاً الفولية دي بتوصل لـ 800 سعر حراري السمسمية 650 سعر حراري يعني أنا ممكن نأكل دابل الكمية بنفس السعر الحراري يعني أنا لازم أذاكر قبل ما يأكل الأول لا يا ومش بالزبط كده بس هو الإنسان اللي عايز حافظ على وزنه وعنده مثلاً أمراض معينة هو بيخاف من كم السعرات عشان ما يزاتش فإحنا ساي مثلاً لنا ألفين سعر حراري في اليوم فتخيل إنهم ترايح مثلاً واخد واحدة فولية على واحدة سمسمية على واحدة ملبن بالنسبة لنا دي حاجات بسيطة دول ثلاث حاجات يعني طب لو قلنا ناخد حاجة واحدة في اليوم يعني قطعة واحدة نأكلها في اليوم وخلاص ونخلص العلب بابا على بول متخلص يعني كل يوم ناخد قطعة يعني مثلاً فولية هي بتبقى في الكيس كده لوحدها ناخد فولية مثلاً خلاص ده النهار ده هل البورشن ده كويس؟ جداً كويس جداً بس ده للأصحاء كمان أصل الناس اللي عندها أمراض مزمنة عندهم مشاكل يعني واحد مثلاً مريض سكر فطبيعي ده يعليله السكر جداً آه يعني أنت بالنسبة لك بقى مرضى السكر ما يكلوش حلوات المرض دي خلص لا طبعاً ده ما ينفعش يعني ده نوي وما ينفع لأنه استحالة أصل السكر هيرتفع بشكل عالي جداً وتخيل أنه مثلاً بياخد مثلاً إنسلين تخيل بياخد الإنسلين أو بياخد مثلاً ده ولا حتى 100 جرام ولا حتى ياخد بيس صغيرة يعني بحيث أنه يسيطر على مش هنحكي بقى في 100 جرام اللي بنتكلم فيها للشخص العادي لكن هنقول مثلاً هياخد 40 جرام ولازم يرجع للطبيب بتاعه لأن الفكرة أن أحياناً هو عنده هاي ريسك هو السكر بتاعه مرتفع جداً بيوصل 300 و 400 فإذاً هو لما بياخد حاجة زي كده مسكرة بالشكل ده لا هو بعرض نفسه الخطر حقيقي هلاك يعني